المستجد الذي يوجد اليوم هو العديد القرى خاصة من مركز ترارغا تقادير و تقوم بوكر هذه هي الأحياء المجاورة لهم الحمد لله تلقوا الرخص البني فيهم ويفقنا المعايير المتعامل بها من قبل مجموعة الأحياء التي كانوا تبعين الجماعة الترارغا و دخلين في القلون دا من أجموان هذه واحد العام و شوية تحبس فيهم الرخص لأسباب عدة و لكن كانت مبادرة موضوعية من الوكالة الحضارية يعني إعادة الرؤية للتعمير في النفوط الترابي ديال الوكالة الحضارية ديال أقادير يعني هذا الإشكال ما كانش في الجماعة بوحدها باش نقوله بالليرة الجماعية اللي كانت السبب ديالها وبالعكس كان في مجموعة ديال الجماعات سواء على مستوى عملات أقاديري دوتانا ولا على مستوى إنزكان إيتم اللول يعني الجماعة ديال تغازوت وأورير و سفوح الجبال في الجماعة ديال أقادير إضافة إلى الجماعة ديال أيتم اللول القليعات التمسية بعد واحد المجال الجغرافي من إنزكان هذا كان إشكال كانت تعاني منه جميع الجماعات لتبع النفوط الترابي ديال الوكالة الحضارية ديال أقادير الحمد لله هذه مدة و نحن نخدم في هذا الموضوع يعني مدة و نعبر عن التضرر ديال سواء الساكنة أو الجماعة من هاد يعني القرار اللي كان مفاجئ نوعا ما واحد شوية مجموعة ديال المراسلات مجموعة ديال إجتماعات مجموعة ديال اللقاءات و كنا نطلطنا يعني كان بشي واحدة كان قربوا القوحولول كي خرجونا أمور خلال لكي يعودوا يعطلونا على هاد الشي بمناسبة نبغي نشكر السيد الولي يعني الشكر الجزيل له و التقم اللي معاه في العمل و كذلك للسيدة المديرة يعني ديال الوكالة الحضارية و التقم نخدم معها إنه صراحة معهم و مع الإخوان اللي عندنا في الجماعة يعني السيرفيس تيكنيك اللي عندنا في الجماعة يعني الحمد لله بفضلهم قدرنا بش أننا نلقاوا واحد واحد أرضي للتوافق و مش نفكوا هاد المشكيل ديال الرخص البناء إن شاء الله بدنا بهاد كمرحلة أولية بدنا بهاد ثلاثة الأحياء و إن شاء الله عما قريب تدورت وتمعيت إن شاء الله وأيتباهه هذا فيما يخص المجال الحضاري اللي دخل في البروندامي ناجمو هذا هو المستجد فيه في المجال الحضاري اللي خارج من البروندامي ناجمو أنا أخص بالذكر أكونيبيش والمنطقة الجبالية أنا أعود خدامين على مجموعة ديال الحلول نظراً لاختلاف هذه المنطقة الجبالية فيها مجموعة ديال المناطق المختلفة لكن إن شاء الله سندرسوهم بهذا الاختلاف ديالهم إن شاء الله سنكون واحد المنطقة اللي سندرسوها إعادة لهيكلة ديال بعض الدواوير اللي دواوير كبيرة سندرسوهم إعادة لهيكلة و سنكون لدينا مناطق أخرين لديهم 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 سندروا التحديد ديال المجال فسندخلوا اللي نقدروا التعطى فيهم رخاص بدون ما نرجعون موافقة مبدائية وهذه تبقى واحد الفضاء آخر اللي فيه دواوير صغار وهما يبقوا في واحد الإطار ديال الدورية المشتركة ديال تبسيط مستارة البناء منح رخاص البناء أظن أن هذه الثلاثة ديال هذه الثلاثة ديال المجالات الجغرافية المختلفة تعملوا معهم بهذه الطريقة إن شاء الله و نحن نخد تعمل فيهم إن شاء الله عما قريب سيكون فيهم جديد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر